ارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية هو ناتج عن خلل كبير بين العرض والطلب وهذا الخلل ليس وليد الصدفة وليد اليوم أو البارحة هو وليد استراتيجية التي اعتمدتها أوروبا في ما يخص السيكوريتي النرجيلي يعني في تأمين مصادر الطاقة تعلموا كثير من السنوات الماضية أوروبا تخلت على عقود طويلة المدى تخلت على تجهة إلى السوق الحرة وكان هذا عنده مخاطر نبهنا كثير من الشركاءنا في أوروبا أن الإبتعاد عن هذه العقود طويلة المدى التي كانت تضمن عاملين أساسيين عملية الوضوح وعملية استقرار الأسعار لماذا هذا الاختلال في العرض؟ لأن تراجعت الاستثمارات في قطاع المحروقات خاصة في ميدان الغاز في الاستكشاف والإنتاج لكن هذه الأسعار المرتفعة ستستمر حتى نهاية سنة وربما حتى الفصل الأول من السنة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر